بتقول صاحب القصة أنا من الناس اللي أؤمن بوجود عالم الجن لكن ما بصدق الكلام والحكايات اللي بتنقال عنهم ولا بآمن بأنهم بيختلطوا بالبشر وبيقزوهم أنا إنساني علمي وبحلل كل ظاهرة أحليل علمي وكل خلل بشخصية الإنسان بيرجع لأمراض نفسي بس اللي صار بحياتي غير فكرتي كلها تماما ويمكن اللي صار كان إثبات لوجودهم وقدرتهم علينا نحن البشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكن كينان لنروح للقصة من أولها بس لا تملوا من البداية لحتى أقدر إشرح لكم القصة بالتفاصيل ولا تفهموا وتعيشوا جو القصة فإذا كنت من محبي قصص الغموض والرعب فياهلا والله فيك اشترك بالقناة ودعمني بلايك وكتب لي بالتعليقات لأن رأيك بهمني وبسم الله يلا نبلش القصة بتكمل وتقول صاحبة القصة كنت ساكني ببيت ومستقرة أنا وزوجي وبنتي عمرها 8 سنوات وأبني عمره 6 سنوات وعاملتي المهم زوجي سافر لشغله لأمريكا وكان راح يطول لمدة 9 شهور بعد سافر زوجي إيجا صاحب البيت يلي مستأجرته واعتذر وتأسف وقال إنه بده البيت لزواج ابنه ولازم اطلع خلال 3 شهور خبرته لزوجي واتفقت معه إني يدور بيت مثل مستوى هذا البيت حكيت مع مكتب الأجار وعطيته المواصفات البيتي اللي بدي إياه وهنن بيدوره ويتصلوا فيني ويفرجوني على البيوت لأن طبعاً مثل ما بتعرفوا أغلب البيوت وشغاء الأجار بتكون تالفي وأديمي وأنا بدي شي جديد ونظيف بعدها بيوم اتصل فيني السمسار وقال لي لقيت بيت راقي ومن أسبوعين طلعوا المستأجرين منه فوراً لبست وطلعت للعلوان وكان منتظرني السمسار والحارس واللي بهرني إنه من وقفت السيارة شفت 3 مواقف بمظلي وسور داخله حوش كبير وحد ديئة ودرجتين وباب خشبي راقي جداً دخلت الصالون وانبهرت من أرضيات الرخام والديكور والتريا يلي نازلي من السقف وحجم الصالون الكبير ودخلت المطبخ وكان واسع وداخله في ممر وغرفة خادمي وحمام مستقل ورحت شفت الغرف الثلاثة ما شاء الله كبار وغرفي فيها حمام وغرفة غيار تياب وغرفتين بيناتو الحمام وكل شي حلو وكبير والشبابيك ما شاء الله كبيري والمكان شرح وبهرني طبعاً سألت عن الآجار وكان غالي المهم فاصلته وخبرته ينزل من مبلغ الآجار فقال لي يراجع المالك ويرد لي خبر وقتها طلعت من البيت وخبرت زوجي عن مواصفات البيت ويعريت يكون من نصيبنا ثاني يوم اتصل فيني السمسار وقال صاحب البيت ووافق ينزل من مبلغ الآجار لأنه أنتو عيلي صغيري بس عندو شرط أنه تدفعه ثلاثة شهور لقدام وافقت طبعاً وكتبنا العقد ودفعت المصاري وبدأت مرحلة التشطيب والتحديلات البيت الجديد وغيرت شغلات بالمطبخ وعدلت الحمامات ووراء الجدران وبلشت أنه الغراض بيدي وأنه الغراضنا الخاصة من تياب وخزهين وكان يوم طبي وما عندي حدا يساعدني غير أنا وعاملتي وصديقتي اللي ساعدتني بترتيب التياب للغزانات الغريب أني على كتر ما كنت متشوقع البيت أول ما نقلنا وأنا برتب كنت حس بنفسي وصدري دايماً ودايماً شعر جسمي كاشش وكل شوي بأشعر جسمي طبعاً قلت من الإرهاق والتعب صديقتي لاحظت علي وسألتني شو فيكي قلت لها لا تخبر حدا ما رح طول بالبيت هي استغربت وقالت لي شبك كان بدك ياه وفرحاني فيه قلت لها ما بعرف مو مرتاحة فقالت تعالي لنا وبكراً نكمل ترتيب يومها ما نمت لأن مكان جديد قعدت الصبح وكنت حاكيه مع عامل بعرفه من زمان بنتعامل معه كهربائي وبركب لي اللوحات ورفوف ووقت كنت عم أعطي العنوان على الموبايل سكت فجأة وقلت له شبك قال لا لا ما في شي عرفت البيت وأنا جاي المهم وصل عندي وبلش يركب اللوحات ورفوف وستاير ويزبط الأضوية من الصبح للساعة خمسة المغرب قال أنا بمشي قلت له ليش قال أنا أصلاً كنت مسافر وطيارتي بعد أربع ساعات بس لما قلتي لي سكنتي هالبيت أنا أجيت لشان ساعدك وشوف شو لازمك أنا تدايقت وقلت ما خلصنا تركيب قال لا يهمك رايح فترة وراجئ لا ترك بكل شي انطريني يمكن تغيري رأيك هون استغربت من كلامه وراح صار الليل حاولت نام ما قدرت اتقلب اتقلب نمت ساعتين وقعدت صار الصبح ويجوا خواتي عندي يساعدوني وجعبين غدا وقعدنا بالحوش والجو كان حلو للمغرب دخلت لساوي قهوي وقلت بشوف بنت أختي الصغيري عمرها ثلاث سنوات واقفي بزاوية الصالون بالعدمي وتضحك وترفع ايدها لفوق وتقول اعطيني اعطيني وتضحك رحت قلت لها مع مين عم تحكي قالت بلعب معاه ما عم تشوفي قلت لها وين صارت تأشر بإيدها لفوق شغلت الضو صرخت عليه قالت لا لا بروح وأتخفت وسميت بالله وأخذتها ووديتها لأمها صار الليل ونمت من التعب وقعدت الساعة وحدة بالليل على ريح الجسس ريحة قوية قمت لدور من وين جاي هالريحة ما لقيت شي وشغلت ضوه الممر ما اشتغل واستغربت مع العلم اني غيرت الضوه مرتين لما كانوا العمال ينقلوا العفش وأول ما سكنت وبالمرتين خريب صار الصبح وحكيت مع الحارس قلت له يا فلان شو فيها البيت قال بصراحة ايه يا مادام البيت مسكون ضحكت عليه وقلت له ما عفريد إلا بني آدم قصدي شو فيه الممر كل ما صلح الضو يخرب وبالليل طلعت ريحة غريبة سكت وقال وهو بهز راسه المهم حكيت مع زوجي قال لي جيبي شركة تسليك مجاري يمكن في شي بيطلع هالريحة وفعلا جبت الشركة ويجو العمال مع أجهزتهم شفتوا تسليك وهني عم يشتغلوا سألني العامل هذا البيت قديم قلت ما بعرف قال انتي امتى سكنت قلت له من ثلاثة أيام قال ايه مبين لأن التمديدات قديمي والحنفيات صار لسنين ما اشتغلت انصدمت قلت له غلطان قبلي كان في مستأجرين طلحوا من شهر تقريبا قال لي يا مادام انا خبرة بمجالي هالحنفيات ما اشتغلت من عشر سنوات حسب خبرتي هون استغربت معقول في بيت بهالفخامي فاضي معقول المالك عم يكذب عليه المهم دقيت على الحارس يغير الضوء وكل مرة بتصل فيه بقل له تعال بيطول حتى يجي وسألته ليش بتطول قال انا ساكن ببيت تاني بمشي دقايق حتى اوصلك قلت له ليش ما بتسكن ببيت الحارس قال لا لا الغرف عاملينها تخزين وأنا ساكن مع رفقاتي ما حطيت ببالي وقتها اليومها صلحت الضوء ونمت وقعدت نفس الوقت الساعة وحدي والريحة قوية قوية كتير والأضوية بالممر ما بتشتغل وطلعت حشرات فجأة بالبيت حكيت مع زوجي قالت تصلي ع شركة رش مبيدات واتصلت ايجوا ورشوا البيت وراحوا يومها طلعت على الحوش اشرب قهوتي وولادي بيلعبوا حوالي تركتهم شوي ودخلت احكي بالتليفون فجأة لقيتهم دخلوا ع البيت وسكروا الباب استغربت مو عادتهم الولاد لازم انهم ناديهم وندخلون حتى يفوتوا سألتهم شبكم دخلتوا قالوا بس انهم ما بدهم يلعبوا برا راح اليوم ونمنى يومها قمت الساعة ثلاثة ولقيت ولادي نايمين جنبي ومو من عادتهم من ظغرهم بيناموا بغرفتهم وطلعت للصالون لقيت الحشرات اكتر والريحة ازدادت والممر كان سواد وعدمي ادايقت وصار الصبح واتصلت بالشركة واتخانقت معاهم انه شغلهم مو مزبوط ورشوني وبعتولي لحمال نفسهم وهنهم عم يشوفوا الحشرات ويتطلعوا ببعض باستغراب واهلونا نطلع برا البيت لان بدون يرشوا مبيد اوي البيت من جوا والشبابيك من برا مشان ما تفوت حشرات طلعنا قعدنا بالحديقة انا والولاد والعاملي ووقتها كان عصر فجأة بشوف مرة كبيرة بالعمر واقفي عند سور الحديقة وتبتسم وسلمت علي وقالت فرحاني بوجودكن صار عندي جيران قلت لها تفضلي نشرب اهوي ورضت انها تقرب واصرت اجي اشرب عندها اهوي واحرجتني ورحت لبين ما يخلصوا العمال وشربنا اهوي وهي من لما قعدت وعم تتطلع فيني وتبتسم استغربت وسألتها قالت بس تبقلك شي ولا تفهميني غلط تعارفي انه هذا البيت ما انسكن من 13 سنة انصدمت لتلها لا غلطاني كانوا مأجرينه من شهر وأنا سكنته قالت ساكني شأتي هاي من 13 سنة البيت هاد فاضي وبعد هالسنوات افرحت انه تأجر بس بتذكر من خمس سنوات سكنوا عيلي امريكي من اصول باكستانية وقعدوا 3 اسابيع وطلعوا وتركوا كل غراضهم والمرأة كانت تعباني وأخدوها باسعاف للمستشفى وزوجها قال انه البيت سبب مرض زوجته وانه فيه ارواح شريرة انا انصدمت من كلامها تايقتني قلت هالعجوز بدها تخوفني وتشكرتها هالقاوي وقمت بس بداخلي انا خفت ورجعت للبيت بعد ما هويته ساعتين ودرست ولادي ونومتهم ونفس الشي اعادت لقيتهم نايمين عندي بالغرفة عصبت عليهم وقلت لهم لا تعيدوها ووديتهم كل واحد غرفته وشميت الريحة ورجعت الحشرات والدايئ واخفيت بالصالون ساعة وقعدت لوصل الولاد للمدرسي وانا تعباني خمسة ايام ما عمنام منيح خلصت شغلي واخدت اذن ورجعت للبيت اول ما دخلت شافتني العاملة وجهها تغير نخطف لونه ونشف دمها قلت لها شبيك قالت بنبرد خوف ولا شي انا شكيت فيها انه عندها حدا بالبيت بغيابي ورحت فتشت المطبخ وغرفتها ما لقيت حدا قلت لها شبيك احكي قالت مدام انتي قبل نص ساعة عرجعتي ودخلتي غرفتي وبدلتي ودخلتي الحمام هون انا نصدم كملت كلامها وقالت مدام البيت مو مرتاحة في بحس ناس بيحكوا وجسمي كله بيرتعش البيت هاد فيه شي هون عصبت عليها وقلت لها ما عاد بدي اسمعك عم تحكي هالكلام مع حدا ما في كل هالخرافات انتي عم تتحججي لان البيت كبير وزاد عليك الشغل تركتها ورحت غرفتي بدلت تيابي وقلت بريح شوي قبل ما جيبي لولاد من المدرسة ونمت على السرير على جنبي وانا نعيمي شي غافياني حسيت حدا حط على وجهي من الجنب اصب عين وقام يضغط راسي اصبع على طرف جبهتي واصبع على خدي امت فزعت حاولت تحرك ما قدرت صابني شلل وصوتي اختفى وبحاول لف وجهي ما قدرت وكنت شوف بطرف عيني اصب عين متل اصابع الغوريلا كلها شعر اسود ودموعي تنزل متل الشلال وضليت بهذا الوضح دقايق حتى راح امت مهسترة ومفزوحة وببكي ما لقيت شي وصرت حلل وبقول لا لا ما في شي هي الشمس من الشباك سطعت بعيني وعمت شوف بقع سودة وانعكاسات واكيد كان كابوس عادت ورحت جبت الولاد من المدرسة وانا بالطريق صرت فكر بتسلسل الاحداث اخدت الولاد وارجعنا للبيت تغدينا حكيت معاهم قلت ليش ما تطلعوا للحديقة وتلعبوا مو كان بتكن مكان كبير وتلعبوا فيه ردوا وقالوا العجوز يلي برا ما بتخلينا انصدمت وقلت لهم اي عجوز قالوا في برا بالحديقة عجوز تقعد هناك ولما انتي بتخلينا لحالنا قالت النا يا ويلكن اذا اجيتوا تلعبوا برا رح اقزيكن وما خليكن تناموا ولا تدخلوا الحمام حكت وقلت انتوا عم تتدللوا ورحت نام لان تعباني من القلق وقلت النوم نمت بالصالون عند الولاد وهني عم يتفرجوا على التلفزيون ععدت بعدها ورحت لغرفتي لقيت الفسطان التايقر على السرير مفروش هو فسطان لمناسباته اعراس اخذته ورجعته لعلبته وحطيته بالخزاني ودخلت الحمام طلعت من الحمام لقيته مرة تانية فوق السرير ورجعته مكانه بالخزاني طلعت ورحت للمطبخ ولا بشوف بنتي ام 8 سنين تدخل غرفتي وبتطلع الفسطان وتحطه على السرير هون عصبت عليها وقلت ليش عم تطالعيه كل شوي قالت ماما انتي تناديني كل شوي وبتقوليلي طلعي فسطاني التايقر وهلع عصبتي وصرخت علي انا هون خفت بس ما بينت للولاد شي قلت لها تعالي نشوف شو عندك دراسي ونحل الوظائف خليتهم عم يدرسو وطلعت أعدت عالدرج عند مدخل البيت ومخنوقة ومدايقة اول مرة بحس انه بدي ابكي اتصلت بزوجي وقلت له عن كل الاحداث من الريحة والأضوي والحشرات وجارتنا والفستان التايقر والموقف مع الشغالة وانا خايفي ومرعوبي وخبرت عن موقف الشلال اللي صار لي وقت النوم سكت وقال يا ابنت الحلال سكري ربك انتي وحيدي وشايلي مسئوليي وهذا من التعب يلي تعبتيه بالنقل قلت انا حاسي بشي غريب ما بحس بالامان بهذا البيت بحس ناس تراقبني وبحس اني عايشي برا بالشارع ما بقدر نام وولادي من خوفهم بيجوا بيناموا عندي كل يوم حتى الحمام صاروا ما بيدخلوا عليه إلا إذا أنا وقفتلهم أول عاملي عند باب الحمام ويكون مفتوح سكت وقال صبري بتصل بصديقة عزيز علي أبوه كان شيخ كبير بوزارة الأوقاف وعبل لما كنا صغار كان مؤزن وخطيب بحاكيه وبردلي خبر المهم سكر التليفون وبعد نص ساعة اتصلوا وعطاني رقم أبوه صديقه الشيخ وقال حاكيه وشرحي له لأن قال لي كلام غريب دقيت وشرحت له كل شي بالتسلسل سألني قال لي انتي وين ساكني أي منطقة بالطبط وخبرته قال لي بس بس عرفته البيت الرخام الكبير اللي فيه حديقة ونخل لتقول له ايه هذا هون قال يا بنتي هذا البيت نسكونه معجور من سنوات والبيت هاد ما فيه جن أو اتنين هاد فيه قبيلي كاملي حاولوا ناس كتير يجيبوا قارئين قرآن بس ما فيه فايدي والفسطان يا بنتي اللي بنتك بتطالعه وتحطه على السرير هاد اللي طلب منها تطالعه شيطان والظاهر انه معجب فيك ولازم يا بنتي تلبسي الفسطان اليوم لو دقايق وتشلحيه مشان ما يأذيكي وطلعي من البيت بقارب وقت انا صابني زهول من هاد الكلام وما توقعت انه ابدا يكون كلامه هيك جزء من داخلي بيكذب هاد الكلام لانه مو منطقي لكن احساسي بيقول اسمعي كلامه ولبسي الفسطان واتصلت بزوجي وحكينا قال انا بوسق بابو صاحبي نفزي كلامه خصوصا انه هالشي اللي بيصير مو من بشر مشان تصديه هاد من عالم مختلف وفعلا لبست الفسطان لبسته دقايق وشلحته وقعدت فكر وفكر لحتى نمت غفوي وشفت خيال قدامي يقول كان حلو عليكي ولا تخافي ما حدا رح يأذيكي وجبت للك هدئي وقامت مفزوعة ما في حدا بالغرفي ورحت للصالون اتفرج على التلفزيون وحسيت جسمي كله ارتعش فجأة وقلت بصوت عالي اذا انتو موجودين لا تأذوني ولا تأذوا ولادي وعاملتي ولا تطلعوننا لاننا بنخاف ونحنا ما ازيناكن وبعدها نمت عالكنبة وحلمت بحلم كأنه حقيقة وحلمت بنفس الشخص اللي حكاني بعد ما لبست الفسطان بس ما شفت وجهه كان كله اسود باسود وقال لي سمعي نحنا ما رح نأذيكي انتي بالذات ورح ااخد اهلي ونطلع للطابق يلي فوق وانتو اعدوا بهذا الطابق بس لا تطولوا لان هاد بيتنا ونحنا بدنا اياه وصرت شوف نسوان ورجال واطفال خيالات سود اسود باسود بيطلعوا لفوق ويوم هنمت كملت نومتي للصبح وعادت ورحت غرفتي لقلبس مشان وصل الولاد للمدرسي فتحت الغزاني حتى بدل وقال لي بيوقع لي مبلغ مصاري بيربطة من فوق الغزاني خفت وفورا اتصلت بالشيخ وقلت له عن يلي صار بعد ما لبست الفسطان قال لا تاخدي المصاري هي الهدية يلي قالك عنها الشيطان يا بنتي طلعي قبل ما يتلبسك هاد حابك والله اعلم رحت ووصلت الولاد للمدرسي ورجعت للبيت وحكيت مع امي وخبرتها بكل شي صار قالت لي اقرأ على سدر ومي صورة البقرة والجن والمعوزات وبيجي لعندك نرش البيت كله ونغسله ونشغل صورة البقرة اربعين يوم وقلت الله ماشي سكرت التليفون ورحت جهز تيابي اتحمى واطلع واول ما فتحت الباب تبع الحمام شفت خيال السود الطويل واقف قدام المرأي وجهه كان كله شعر نرعبت وصرخت ورقت للشارع بلبس البيت ووقفت نادي للعاملي وابكي جيبي تليفوني واتصلت بخواتي ورفقاتي لقراب مني وكان الوقت الصبح وحكيت الوالد ربي يحفظه قال لي لا تدخل البيت وتعالي فورا لعنة ورايح جيب الولاد من المدرسة وصلوا رفقاتي وانا بالشارع بقمة الهستيريا والبيكي والخوف وسموا علي ودخلون البيت لحتى جهز غراط سريعة الي والأولادي مشان نطلع وبسرها حطوا لي الشناتي ما بعرف شو حطوا انا بس عم اتفرج وابكي وابكي ورحت لبيت الوالد وحكيت زوجي وقال لي انا بحجز اول طيارة وبيجي بعد يومين وصل زوجي وراح لصاحب البيت وطبعا صاحب البيت ساكن بمنطقة تاني مو نفس المنطقة وقال لا الكلام مو صحيح ومرتك عن تتخيل وما رضي يرجعنا اي مبلغ ومع العلم الاحداث هاي صارتلي خلال عشرة ايام بس زوجي اتايا وقال لصاحب البيت انت اخدت مصاري من غير زمي وضمير وما رأفت حتى بولادي اطفال ما لون زم ان شاء الله تشوفها بولادك وحتى الحارس النصاب قال له نفس الكلام لانه كان عرفان وساكن ولانه كان ساكن ببيت بعيد عن البيت اللي انا ساكنته وبصفة وحارس المفروض يكون فيه وفورا زوجي دور لي مكان اسكن فيه ولقالي شقة منيحة واستأجرناها ويوم جينا ننعل الغراض قال ابو صديق الشيخ لزوجي لا تاخد دباديب او العاب ولا اي شي فيه صور وتحف والاكل كله لا تاخدوه ومشان ما ينتقلوا معاكن لان ممكن يكون واحد مننن ارتبط بزوجتك او ولادك اللي صار بحضور زوجي وعمال شركة النقل شي مرعب يوم راحوا ينقلوا الطاولات بالبيت صارت تهز والشبابيك والمرايا تتكسر زوجي الرعب وما تخيل انه لهالدرجة قاموا العمال طلعوا ومارضوا يشيلوا فاضطر زوجي يحكي مع مدير الشركة وقال له من اسبوعين زوجتك نقلت عن طريقنا فشو المشكلي ليش بتنقل فخبروا زوجي عن موضوع البيت قال له خلص راح بعتلك سيارة تانية وبيصير مجموع العمال عشرة بيشيلوا خلال ثلاث ساعات ويطلعوا ما بدوا حدا يتأذى قال لزوجي شو الاشياء المهمة يلي بدك ياها قال زوجي التياب والاجهز الكهربائي الباقي ما بدنا ياه إذا ما لحقوا وحذروا إنه ما ياخدوا الصور والألعاب مثل كلام الشيخ دخلوا العمال برعب واشتغلوا وطلحوا بسرعة طبعا اضطرينا نترك شغلات كتير واشتريناها بعد ما انتأنى لشقتنا وقتها زوجي قعد معي وقال كيف كنت يساكني هنيك انتي قوي أنا كنت مصدق بس ما توقعت البيت بهذا الشر كأنه قبر بس من يومها ما رجعت مثل ما كنت الكوابيس وصوت هذا الشيطان في راسي دايما بسمعوا دايما يقل لي شغلات عن الناس لقراب مني وصديقاتي وانا بكون نايمي واصحى واكتشف انها عن جد يعني صادقة وبتصير علاقتي بزوجي كتير تغيرت بعد هذا الموقف وصرت ما بطيقه ولا حتى بدي شوفه حاولت سنتين بعد الحادسة تعايش مع زوجي ما قدرت آخر شي أخدت أولادي ورحت لبيت أهلي واتطلقت منه كنت شوفه مثل الغول ولحد هلأ بشوف كوابيس ما بتفارقني وصار عندي إحساس قوي بعرف الشي قبل ما يصير وبشوف خيالات مو عرفاني كلام الشيخ بيرن بإدني هل معقولي الشيطان تلبسني أو حدا منهم لحقني وتلبسني وبس هاي كانت قصتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكن بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني بلايك كان معاكن كينان سلام ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا